من أيام احنا كنا بنتكلم عن أنباء عن فيه كلام عن نقل مبنى التلفزيون اللي في ماسبيرو نقله للعاصمة الإدارية وعرضنا الحقيقة اللي تقال واللي ما تقالش عرضنا اللي قال انه ده كان مجرد امتداد مش نقل كامل للمبنى وطلع الإعلام ينفي ويتنطط نسمع كده النفي بتاع الإعلام هدف الجماعة الإرهابية من شائعة نقل مسبيرو إلى العاصمة الإدارية عايزين دربكة التابعين للجماعة الإرهابية أو دربوكة حال كده تحدثوا عن بيع مسبيرو بعد نقله وبيعه للإمارات وهذا على خلاف الحقيقة طبعا ده الكداب الشرس هو في مقولة أو مثل من أحدى الولايات الأمريكية بتقول ما بينبحش كتير غير الكلاب الصغيرة ترجمته كده يعني ما بينبحش كتير ما بيعوهاوش كتير غير الكلاب الصغيرة طيب إحنا إحنا قلنا التقارير لغاية ما طلع التقارير الصحفية النهاردة تحكي المخطط بالتفاصيل بداية من إقصاء الإعلام الكبير وستاذ جمال الشاعر من لجنة هيكلة مسبيرو والاقتصار على من خمسة العشر قنوات بس بس أما الجزء اللي عن نيل في التلفزيون فيتحول لغرف فندقية من كده وصولا إلى مضايقات المزيعين والموظفين عشان يتفاشوا وفتح تعينات لهم في وزارات تانية النهاردة طلع موقع عربي بوست نشر كل الجديد في القصة دي خطة بيع مسبيرو مستمرة المكاتب الرئيسية تتجه للعاصمة الإدارية وفتح باب الانتقال للعاملين لهيئات حكومية الصورة جميلة أوي لمبنى مسبيرو والقاهرة وراه طيب كشفت المصادر لموقع عربي بوست أن خطة البيع لتصفية مبنى مسبيرو مشي على قدم وساق وأن النقاشات تدور في الوقت الحالي حول إغلاق القنوات الإقليمية وعدد من القنوات المتخصصة اللي بيقال أنها بتحقق خسائر أضاف المصدر أن فيه توجه للإبقاء على عدد من خمسة لعشر قنوات وسمعهم كده الأولى التانية الفضائية المصرية النيل الأخبار والنيل تيفي المصدر قال لهم أنه تخصص حوالي ستمائة متر في حي المال والأعمال لتنتقل إليها المكاتب الرئيسية والإدارية وهتبقي الحكومة حسب نفس المصدر على استوديوهات القنوات لتشغيل أو هتشغل حي الصغير من مساحة مبنى التلفزيون اللي في ماسبيرو اللي هو قدروه بـ 12 ألف متر مربع مع الجزء الأمامي هيبقى غرف فندقية وهديوه شركة استثمارية المصدر أكد أن الهيئة الوطنية للإعلام في طريقها للإعلام للإعلان عن نقل مئات العاملين عشان تقلل عددهم وفي وزارات استنى سعف في وزارات بقى مستنياهم زي وزارات الصحة المية هيئة المية هيئة الصرف الصحي عشان ماسبيرو ما تتحملش أعباء مالية وكشف المصدر أن هيئة المياه والصرف الصحي فتحت قبل أشهر الباب للانتقال إليها أمام مئات العاملين اللي كانوا شغالين في مسبيرو ممن كانت لديهم رغبة في ترك المبنى جراء الأوضاع الاقتصادية وفيه بقى ناس رايحة تانية بقى إيه إلى مصلحة الجمارك والنيابة الإدارية وإلى آخر بقى المصدر بيقول أن المبنى انخفض من 32 ألف موظف قبل عام ونصف إلى دلوقتي 21 ألف كويس؟ كويس نوع صالحين بقى بدأوا بقى يعملوا معهم إيه؟ تعالي بقى بدأوا يضيقوا خلي ده وتعالي بدأوا يضيقوهم بقى بدأوا يضيقوا العاملين في القنوات دي بطارية تفضى بتاعة آير بيس ولا حاجة ولا مايك مشان غيرها تكييف يبوز مشان غيره اسمع وبحسب أحد مخريب القناة الدلتا فإن الأوضاع تأخذ في التدور بشكل سريح خلال الأشهر الماضية منذ تصعد الاحتجاجات وتطبيق مش عارف إيه وأضاف المصدر أن عدد من البرامج لا تتوفر لديها بطاريات سماعات بتاعة الضيوف وفي كثير من المرات لا تستجيب الهيئة الوطنية للإعلام وكذلك إدارة المبنى لطلبات إصلاح أجهزة المكيفات بالستوديوات بحجة عدم وجود اعتمادات مالية لشراء أجهزة يعني بدأنا بقى إيه اللي بوز من صلحوش خلاص وتسعى الحكومة إلى فتح باب الالتحاق أمام العاملين إلى هيئات أخرى والحاجات دي وتم الحقيقة كان في لجنة اللجنة دي كانت مهمتها إنها تتكلم عن هيكلة المبنى هيكلة المبنى التلفزيون اللجنة دي كان فيها جمال الشاعر والناس تانية جمال الشاعر أقصو مشوه خلاص أهو وقال لها أن من قبلها بعد رئيس تحديد الزرزيون عصام الأمير وجمال الشاعر بعدهم عن اللجنة دي عشان نخلص وقال المصدر نفسه أن الأمر يرتبط بالجهات الاستثمارية العربية التي تنتظر حسم أمر مبنى مسبيرو لبدء تنفيذ مشروعاتها اللي أكد كلام مسبيرو نشرته عدة مواقع من الأيام القارب عشرين اللي قال بديلا عن مسبيرو الحكومة تدرس تخصيص مقر الإزاع والتلفزيون في حقي المال والأعمال ماشي مش بس كده أنت لو دورتوا شوية في الأخبار قبل كده هتلاقوا من حوالي سنة أن الدولة بتعد مدينة إعلام جوه العاصمة الإدارية من سنة العاصمة الإدارية تخصص ربمائة فدان لإنشاء أول ميديا سيتي لوسائل الإعلام الحكومية والخاصة والمتحدة تقع شرق الحياة الساكن السالس طيب عشان بس إيه يعني مش بس كده أنا هأكد لك ده ليس هأكد لك من الإعلام بتاعهم يا عبدالله بعد ما تصل على النبي كده هأكد لك من الإعلام بتاعهم عمر أديب طلع قال وإيه المانع إن إحنا نبيع مسبيره ده البي بي سي بعت المبنى بتاعها وبقى ما تحف ده كلام عمر أديب ده كلام عمر أديب أهو لا أدري لا أرى وجود مانع من نقل مسبيره إذا كانت هناك دراسة جدوى فنية واقتصادية لنقل مبنى البي بي سي اتباع بمثين مليون جنيه سترليني من عشر سنوات عندما زرته كأنك تسير في مدحف سويرس فوق قال له إيه بقى مبنى قديم متهالك بيع عشرات ألاف المظافين بلا عمل وقنوات لا يشهد أحد ويكلف مليارات أموال دفاع الدرائب ويسد المرور يومين عند خروجهم طب نجيب يا سويرس وقنوات عمر أديب ميلي بيشوفها انت بتقول هنا المبنى قديم ومتهالك وبيع عشرات الألاف وقنوات لا يشهد أحد وموظفين بياخدوا فلوسهم من أموال دفاع الدرائب حلوة قوي أنا بسألك بقى ميلي بيشوف أحمد موسى ميلي بيشوف الودة يوسف الحسيني مش القنوات دي برضو ينطبخ على نفس الكلام يا أستاذ نجيب حاجة تانية انت بتقول بياخدوا فلوسهم من دفاع الدرائب طب أنا بقولك وعمر بسيبك من عمر بس اصناع عمر أحمد موسى وديه والحاجات دي بياخدوا فلوسهم من أموال دفاع الدرائب دائم أنا بقى بقولك ان الخطة كلها أيمى على مسلس مسبيره كله بداية من فندق هيلتر رمسيس وانتهاءا ربما ربما أنا بقول ربما وانتهاءا برملت بولاء عند أبراكسا ويرس ما هو أبراكسا ويرس عند رملت بولاء خلاص الخطة بقى الخطة لو جاب علي الخريطة أهو على غرار مجمع التحليل هالهاني حسيسي مسيرة مسبيره طلعوا بقى في الهنة بدوا يتكلموا على أنا بس هكلمك على القصة دي إيه ده بس شوية في خطوة انسحاب شعال بي جميع المؤسسات مش عارف نوصل بعاصمة تدرس الحكومة نقل مبنى التحليل زاوة التلفزيون إلى العاصمة الإدارية ويشكل مبنى أهمية استراتيجية مش عارف إيه بجوار أحداث أول صورة شعبية لأخيره وقال الصحيفة هات بقى اطلع بقى الناس كاتب عليها سوز محمد عبد الرحمن هات تطلع الناس كاتب الصحفي المزيعين هنا كاتبين تويتات على أو بسطات على نقل مبنى لزاوة التلفزيون عمر أديب لمح للقصة دي لما قالوا وما قالوا لما انبيع لو علي بقى جاب لي الخريطة بتاعت مبنى التلفزيون المكاني يعني أنا أقول لك هو ده مخطط كبير قوي لأن اللي اشتروا اللي أخدوا في زيرة الوراء اللي أخدوا مسلس مسبيره لابد ليهم أن هم أقول أستاذ محمد عبد الرحمن هو ده إعلامي قال سؤال أليس من المخاطرة أن يعلم الأستاذ عمر أديب حماسه لنقل موظفي مبنى مسبيره العاصمة الإدارية ومهاجمة دعاة الجمود قبل أن يتأكد من أنهازي نية الحكومة إذا لو اتضح أن الحكومة تخطط الإبقاء على المبنى بموظفيه مع تطويره فسيضطر الأستاذ الإعلان عن حماسه للإبقاء ومهاجمة النقل لا يا أستاذ محمد المبنى تنقل طيب أنا أقول لك بقى للإخوة اللي لازالوا بيدفعوا عن القصة دي أنا أقول لك أن المكان ده كله لازم تشاهل من أول هيلتر رمسيس وانتهاءا يعني من وراء المتحف وانتهاءا بقى بالفوق عند رملة بلاء إحنا لو خدنا المبنى المسلس بس أنت هاتلي خريطة شوية أهدا من كده لن يتبقى في المكان ده غالبا إلا مبنى وزارة الخارجية المبنى الجديد يا سيف المبنى الجديد يا أخي سيف ده الخطة كلها أنه يتم الحقيقة إخلاء المنطقة دي كلها لأنه المخطط كله مبني على الوراء الوراء دي كانت بس ومسلس بلاء مسلس مسبيره ده كان بس الحقيقة يعني بداية إخلاء المكان كله كله المكان ده لابد أن يخلق كله عشان يبقى أنت بس وقفني تلفزيون فين ده إحنا أنت في مصر الجديدة يا راجب أنت جايب مصر الجديدة مدار روكسي وبتاع يا عم فين دي مصر الجديدة دي إيه اللي ودينا مصر الجديدة إحنا فين يا أخي دي الكربة هي ومصر ومدار روكسي أنا هقول لك أنا في رسالة جاتني عبال بس ما يجيب المبنى مسبيره رسالة جاتني من إصحاب المحلات إصحاب المحلات في مول هيلتورانسيس أيوة الله ينور عليك فين بقى السراجمون فين ده إصدق إيه ده اسمه إيه ده أنا جات نرسال الحقيقة أهو مبنى اللي زحب زائلت أيوة الله ينور عليك يا علي هو كده بقى بصوا حضرات ده مبنى اتحاد اللي زعب التلفزيون الدائري بتاعه هو والبرج بتاعه السبعة وشرين السبعة وشرين دور هنا خلاص أنت تفضل ماشي أنت لو جيت هنا هتلاقي كبري بعد شوية كده أهو مور رمسيس ده بس قواف هنا من مور رمسيس وتيتي للسياحة تحت كبري اكتوبر المكان ده هيخلى كله لحد فوق شايف مامشو أهل مصر هيخسى كله لحد فوق عشان يروح ليه جزيلك الوراء عشان يبقى جزيلك الوراء ننزل تاني معلش ومسجل السلطان أبو العيلة خلاص نعب فينا أنت لو قفت هنا ده مبنى التلفزيون وراه أبو لا أبو العيلة شارع ستة عشرين يوليو وراه غالبا سينما الكورسال تقريبا هنا اللي هي في شارع ستة عشرين يوليو والمنطقة بتاعت توصلك برضو عن ناحية تانية على المنطقة بتاعت السوق اللي هو وكلة البلح أوكي هو عايز يخلي كل المكان ده من أول مرة مسيس كده يخلي كل ده الحد فوق مبنى اللي زعه تلفزيون وقف له خزو مش بس هو والمبنى اللي جنبه على طول مبنى وزارة الخارجية المبنى اللي جنبه مبنى وزارة الخارجية اللي عملته عثمان أحمد عثمان أو المبنى العرب نفس القصة هيفضل ماشي كده الحد دار الكتب والوسائق القومية أو هيئة الكتاب أو اتحاد الصناعات المصرية كل ده على النيل اللي هو قبل الفندق ده طيب هو هيخلي من أول مول انت بس تشوفوا المول فين مول رمسيس هو لأن أنا جات نرسالها ودي هيلتر رمسيس هو أنا جات نرسالها من عاملين في مول رمسيس من العاملين في المول بتاع رمسيس اللي هو جنب هيلتر رمسيس بيتكلموا على إنه تم إخلاء المكان ده وفيه كلام بيتقال على إنهم القصة دخلة في التطوير يعني دخلة في تطوير القصة دي حد فوق عشان تلدن مع جزيزة وراء هو الناس بتفكر مش انت عايش في الكونشيز تعال بقى أقرلك الرسالة اللي وصلتني عشان بستعرف هو الخطة إيه أستاذ محمد أصحاب المحلات اللي مول هيلتر رمسيس اللي انت شوفتوا على الخريطة هاتوا يعلي بعد إذنك قاعدين في الشارع وداخل المول مش عارفين يفتحوا محلاتهم كان في حريق في المول من شهر أو أكتر في الدور التاني من وقتها قفلين المول وأصحاب المحلات في الأدوار التانية مش عارفين يعملوا إيه الشرطة قاعدتهم ده غير الأمن الموجود بالمول والكلام اللي بيتقال دلوقتي إن المول هيتهد مع مشروع مسلس برمودة بيهزر يعني مسلس تعال بقى أولتر رمسيس مول رمسيس عقارات اللي على الكورنيش طبعا ومول ما سبيره اللي فيه جوباس اهو جوباس هوا شايفوا علي جوباس هوا اهو جوباس اهو 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 ايوه بربو عليك جوباس ده بيقول هو كده بيقول اللي بيحصل غير ده غير طبيعي أخصب بالله احنا بقينا لعبة حتى لو ما فيش حاجة هتحصل لمسيبيره احنا مش مصدقين كدبين باع وقبض التمن وراح كل شي جميل من معالم البلد هيهدوا مبنى صاد المنشأ حديثا أول السنة المبنى ده فيه الرعاية الطبية ومكاتب السجل والبنوك والشهر العقائي وفيه أسانسير تخدم على العاملين واحنا مش عالفين نروح فين عاملين ينزلوا عاملين ينزلوا عاملين ينزلوا وظايف انتداب لجهات أخرى لكن احنا خايفين نروح مكان تاني نتبهدل فيه وخصوصا ان كلنا لنا ترقيات متأخرة وفلوس معاشات ما فيش الناس اللي خرجوا معاش بتبيع عفشها عشان تعيش وبعدين العاصمة دي سفر أكيد مش هنروح هيرمونا في أي مصلحة حكومية شكلها كده الصرف الصحي امتى يغور بقى دي رسالة وصلتني الحقيقة من واحد من العاملين في المكان ده جوباس ده واللي هو مول رمسيس اللي هو جاب بهيلة الرمسيس الخطة كده أنا أقول لك بقى ملاحظتين على القصة دي المبنى لازم يتنقل مبنى باسبيرو لازم يتنقل ليه لازم يتنقل بالمنطق بس يعني انت فكر كأنك سيسي أو كأنك مش فاهم لو انت بتبني ألعة فيها مبنى لوزارة الدفاع وفيها الحكومة والقالعة دي انت بنيها معروف انت بنيها ليه عشان تبعد عن أي صورة أو أي صورة تحصل تبقى انت بعيد عنها ولما قامت صورة يناير كانت في مدانة التحرير ولما الطلب احتجه في السبعينات في 72 على السادات كان في مدانة التحرير وكان ساعتها جاب العصفور لسه شاب اسأله جاب العصفور مذكراته وكتب ساعتها الشعر الكبير أمل دنقل قصيرة الكعكة الحجرية على مدانة التحرير والأمن ضربهم مدانة التحرير فالمدان ده أصبح رمز لكل التظاهرات حتى لما قامت مظاهرات الخبز في 77 الناس برضو راح تنينة التحرير لما تقتل السادات رحمة الله عليه كان فيه ضمن الخطة بتاعة مقتل السادات كان بيستدبعها ان حد هيحتل مبنى الزعب التلفزيون ويزيق البيان الأول من ساعة الموقف ده وأصبح الجيش هو اللي بيحرص مبنى الزعب التلفزيون واللي دخل مبنى الزعب التلفزيون هيلاحظ انه عند باب 15 باب 15 فيه مدرعة واقفة كان لازم تبقى مدرعة واقفة وزباط جيش خدمة طول وقت المدرعة اللي هي جنب المكان بيع شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات يعني بين التلفزيون وفيه مدرعة واقفة كده مدرعة الجيش وظل الجيش يحرط وأنا اشتغلت في التلفزيون وأعلم أن داخل التلفزيون كان فيه خمس هيئات أمنية بتحرص المبنى ده أو بتقود المبنى أو بترقب المبنى أمن المبنى الأمن العام مباحث جنائية مخابرات العامة والمخابرات الحربية وكان المخابرات الحربية دي أقوى جهاز داخل مبنى التلفزيون لدرجة أنه لما حصلت الحريقة بتاعة التلفزيون سنة حاجة وتسعين تمانية وتسعين حاجة زي كده كان فيه من داخل مبنى الأستاذ عبد الرحمن كان رئيس تحرط طلع دخان فاشتبعوا في حريقة محدش كان ساعتها محافظة قاهرة عبد الرحيم مش حتى محدش قدر يفتح مبنى مكتب رئيس حقيقة الإزاعة والتلفزيون الأستاذ عبد الرحمن وقتها إلا ظابط المخابرات الحربية اللي موجود هو اللي جاب بلطة وكسر الباب وساعتها عبد الرحيم شحاتها نزل التلفزيون بالبيجاما والرغب فالمبنى ده خطير جدا أنت بتعمل آلعة أول حاجة لازل تضمنها السيطرة على الإزاعة والتلفزيون لأن أي حد ممكن يعمل عليك انقلاب ويوزيع بيان عسكري أو بيان ويخرس القص خلاص أو يغضي البيان يأسجله في حتة ويزيعه وده اللي حصل لعمر سليمان أن البيان اتعمل في حتة آآ الله الموافق ويوزع في مبنى الزعب والتلفزيون أي حد لو سيطر على المبنى ده يقدر يزيع اللالي وبالتالي انت فكر كأنك سيسي واحد خايف عمل عاصمة إدارية ليه قلعة تحميه من الثورات يبقى لازم ينقل المبنى ده لازم لازم الملاحظة التانية والأخيرة في القصة دي هي أن المنطقة اللي فيها ماسبير زي ما قلت لك الإمارات آخرت الوراء خلاص ومسلس ماسبيره ناقص مبنى ماسبيره التلفزيون ومبنى وزارة الخارجية لما تدور كده مين في محيط ماسبيره شغال بيشتري من الحكومة وبيعمل مشاريع هتعرف مين وهتعرف كمان إن فيه مؤسسات جنب ماسبيره الحقيقة عليها الدور مؤسسات كتيرة جدا يعني أهو بينها جزيط الوراء ومبنى الخارجية شركة وطنية السيسي وابن زايد ياب حسان ده في الجزيرة الاستثمار لإمارات في مصر بينها جزيط الوراء ومبنى الخارجية أهو المبنى يا حضرات بيقع ضمن خطة كبيرة جدا كبيرة للسيطرة على المكان ده لأنه على النيل المكان ده كله على النيل سواء الجزيرة أو مبنى وزاعة خارجية أو مبنى الماسبيرو أو العمارة اللي فيها بابريكا مطعم بابريكا أو تيتي للسياحة أو الحجاجة كل ده على النيل انت بتاخده كده تطلع به فوق لحد رملة بولاء لحد أبراجسا ويرس كيروسيتي كل ده اتحطت العين عليه وده مش مشروع الوراء بس المشروع يضم الوراء واللي قدام الوراء الناحية التانية من نهر النيل العظيم عشان كده سليم عزوز بيقول ان المبنى مبنى مبنى سبيرو خارج الخدمة في رمضان هل الامارات علاقة الاستاذ سليم عزوز كان كاتب ان المبنى يقع في دائرة مسلس مسبيرو الذي تم بيعه فيه للامارات يا حضرات خذ يا الامر الذي فيه تستفتيان هذه البلد بتباع عيني عينك هيجي واحد يقول لك تم مبنى متهالك زي ما قال نجيب سويرس يا استاذ نجيب لما يبقى الخلفية بتاعتك النيل يعني انت الامارة اللي فيها بابركة دي واللي جنبها فيها استوديو جوهر وده اول استوديو عمل حاجات مباشرة وبتاع وفيها وكالة الأنباء الألمانية يعني الأمار اللي جنب ببابريكا فيها وكالة الأنباء الألمانية وفيها البي بي سي على فكرة هتلاقي دايما بيطلعوا الضيوف ووراهم النيل ووراهم الملكب اللي في الزمالك خلفية دي مستحيل مستحيل تلاقيها في العاصمة الإدارية